السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبنسبة اللي بغاوا فيسبوك يتواصلوا معي واللي يصفتوا ليش موديل مرحبا هو هذا الجروب ديال فيسبوك وهذا الانستغرام ديالي مرحبا اللي بغا تشي حاجة مرحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بيكون في قناة بنت لالانجية الفيديو اليوم ان شاء الله بغيت نتقسم معكم واحد الموديل كيجي في الصدر ديال شوميز وكيجي حتف فاساتين كذلك بنسبة اللعباءات اذا على بركات الله كيف كتشوفوا معي انا ديجا فصلت هدا شوميز يعني اولا قامس عرض الرقابة هنا انا رقيت 6.5 ديالبنيتة صغيرة نفس القيمة كنزل بها في الامام نسبة للفتحة اختياري لحسب واش البنيتة صغيرة ولا السيدة كبيرة هنا تقريبا نقدر تمانية سنتين غادي نحسب هنا اه واحد فاصلة خمسة يعني سنتيم ونص سوفيو غادي نرسم واحد الشكل على شكل لوزة او او شكل دمعة هيك يجي واحد نقوس واحد شوية انتم ما تشوفوا معي كيفاش غادي الرسمه طريقة سهلة ولكن الموديل كي يجي صراحة رائع عندما تشوفوا في الاخر سفيك نقطع هذيك القوس اللي يشكلت هذيك الرسم اللي يرسمت سذيك شكل دمعة او لا شكل لوزة وهدي نفصل لهات سبطين ديال هات سوب على ايدنا وهدي نفصل سبطين ديال جهة الامان نفس الشكل بحل قطعة بحل الموديل بحل سبطين نفس الشكل هنا النصف ديال هاد الكاتف وبنسبة لهذا البلاصة كنخليه تقريبا ما بين ثمانية سمطين ملاسبة على حسب ودي نربطها مع الجهاز الكاتف هدوات سبطين وهذي القطعة اللي غادي نديروها يعني شكل عين ديال الزر العوينة ديال الأزرار طول ديالها 6 سنسيم والعرض 3 سنسيم ممكن تديرو قلي من ثلاثة سنتيم نبغيتوها تكون رقيقة على هاد القياس ناعلقو ماش هادا البرادة ممكن تديرو فتوب ريحانا ممكن على حسب ولا كريب روزة نسبة للطول كيبقى على حسب الزر او لصدفة وش حسب باش القياس ديال الأزرار وش الزر كبير او لصغير هنا غادي نفصل ده بتسبطين ديال الخلف نفس الشكل ديال الرقابة ديال الخلف نسبة للرقابة انا نزلت ب 1.5 نسبة الكبار هادي تنزله ب 2 سنتيم ديال الدهر والعرض ديال الرقابة الكبار 8 سنتيم والصغر على حسب يعني من 6 سنتيم 6.5 على حسب وش كبار ولا يعني وش شوية صغار بالسف ولا ده بعد ندوزول طريقة ديال الخياطة قبل ما ندوزول طريقة ديال الخياطة دي نفصل هنا يا واحد القطعة واحد الشارط الطويل آآ جاتني ادفكرة قلت علش اللامن نستغلش آآ نزين به الرقابة انا ما كنتش غادي نديره في الاول صراحة كنت عن دير فيها غاية تنباس بامكانكم تاخدوا هاد الفكرة يعني لما موستش تديرو هاد الشارط هذا اللي زينت به انا لقول ممكن هاديك الشكل اللي يزيننا بالصدر نطلع عليه كامل بتنباس يعني اديره في واحد الحجيرات صلى العقيق غادي نخيط هنا يا هديك العوينة ديال الزر نتأكدو من القياس من بعدها تنشون نثبتو هنا يا كنحطو به هاد طريقة هادي عندكو تتقلبو هاد شكل هادا باش مكن ندوزو بذيك سنتيم للخياطة كي يجيوا هاداك القياس نسبال هاد الشكل اللي دار نحنا هي في الكل يعني يا موستش تديرو هاداك الشارط اللي غنزينو بيكون في طيز هادا الديكور هادا اولا هاد الشكل كي يجي حتى في بيجامة ممكن ديرو في بيجامة ممكن لكم شوميز يعني خامس او لا فستين ولا عباءات وهنا غادي نغتر من فرصة وغادي نجاوب على بعض الاسئلة السؤال الاول هو هو واحد الاخت كتخيط غير في الدار ديالها اه بعتت لي في الخاص واكيد غادي تعرف هي مغيش نذكر الاسم اه بعتت لي في الخاص قيت لي بانني كان خيط يعني كتخيط مزيان وهذا ولكن ما عنداش المحل وباغي يتخدم بغا تتخدم على الاسئة ولكن ما عنديش المحل كيفاش نذير زي ما باش يكونوا عندي كليان وكل شي وغادي سهلا عنك تديري بعدها واحد صفحة في فيسبوك وفيسبوك بزاف الاخوات والهدا لي بعض المراكب يحطوا لي موديل وكيقول لي ما عنديش فيسبوك حتى انا صراحة ما كانش عندي وهذا اول عام اللي درتو حتى درت القناة والله العظيم مني عقلت على راسي ما عمره كان عندي فيسبوك يعني ده اصبح من ضروري يعني كيت تحتاج نديروا واحد صفحة ديانا ولا ندخلوا الواحد للجروب وتبدو تحطوا فيه موديلات اللي كتخدموا وهكدا نحطوا بالحين غادي يجوك اسئيلة يعني فين كيفين عندك المحال وش كتخدمي هادي واش هذا وانسي غادي تجو بطبيعة الحال وتحطي واحد تليفون ليكون خاص ديال الخدمة على حساب ديرانجمو على حساب انه كينين كين ناس اللي هديهم اللي مكيكونوش كيني عندهم يعني بغين مثلا يخيطوا هذا وكينين اللي غير كيبغوي ديرانجيو الانسان وصافي الله هدي مخلوق هذا ما كان هادي الطريقة الاولى ويكون عندك انستغرام تقيت حتي تلوحي حتى في انستغرام حتى ورا موهم بزاف تكون عندك تلوحي موديلات ديالك فيهم يجوك ناس تخيطي لهم خيكونوا بعادين ماشي مشكل انا راف يعني الامانة او الادراء ممكن تصفتي اي بلاسة داخل الوطن وخارج الوطن حاجة اخرى ممكن عود ديرانه هي انكي تبقى تحطي في الواتساب يعني في سطوري او تحطي فيه وهكذا الناس اللي كيعرفوك والانسان كيتشارب شوي بشوي يعني واحد كيوصل الواحد واكده غادي تتعرفي ان شاء الله باذن الله ني صحاباتك ولا العائلة ولا اللي خيطي لهم اكيد غادي يقولو هالوحدين اخرين ان شاء الله والله يسخر لكل واحد يا ربي الله يسهل على كل واحد اللي يفنيتو شعج ربي يكمل عليه اللي يفكر انه يخدم في الحلال وبغي يخدام وبغي الله يوفقكم لذيك شريكة تمنى ان شاء الله اخوتي هنا بعد ما كتشوفوا معايا كملت هالدورة ديال الرقابة المهم ارا كتشوفوا بعينكم دا ما محتاجش نقول لكم ونختلم فرصة اخواتي ونقدر نجاوبكم غير على بعض الاسئلة مش يكون شي مهم اللي قدرت عليه انا كيف كتشوفوا متخيطوش فوق السرجي حاولوا تخيطو داخل السرجي اه السؤال اخر المكوات نسبة اخواتي المكوات يجبني اسئلة عليها لاش كتشوفوا لها الاليمينيون الاليمينيون ندروا لها باش نا يمكن اللي نخدم بها جميع الانواع ديال التوب يعني قال الانواع ديال التوب مع هذا واحد النوع ديال التوب كيكون نيلون واحد النوع كيكون نيلون إلا عقلته معايا كنت تخيطت كتما البنتي البصارية ديال لون رمادي ووردي جوج للالوان غوز والقري كان القول ديال التريكو كان لسقلي شوية في المكوات علاش لان واحد توب كيكون دير في هشكل يعني كيكون في واحد نسبة ديال اش غادي نقول لكم يعني كيلسق كيلسق في المكوات كيتتحرق يعني ما يصلحش هذا اللي تردو منه البال اما الباقي ديال الاتوب تقريبا كام نيمكن نصلحهم بذيك الطريقة صراحة نتمنى نتذكر شي سؤال اخر تطرح هذه كان طريقة اخرى ان شاء الله تعجبكم هاد الفكرة هاد طريقة هدي وانا كي كتمشي عند شي واحد كي بيع توب كتخدي عندو التوب كتخيطي الموديل ديالك اتقولي هالي كتكولو بان انا لخيط هذا الموديل واش ممكن ان نعلق عندك الموديل ديالي يعقو عندو في المحل و هكدا انتتتمشي لكتوب وانا نخدم حتى انا يعني يبقوا يخيطوا عندك الناس اتخذ التوب اللي مهم في المحل نخيط لهم موديل باش نشريهم عندهم يمكن أن تضيع رأسكم يمكن أن تضيع رأسكم تقوم بموديلات يمكن أن تخيط لك ايضا ايضا يستعملوا فرصة يتبغي الصيدة تخدمه مهم تعيني كميزان اخوتي والله العظيم كاملين ان شاء الله تخدمون من يديني و امنيتكم بالنسبة الاختراحات المشاريع اللي يتمشون بزف الحمد لله كل شي كيتمشى الحمد لله غير خصكم تشوفوا على حسب المدينة اللي انتم ما فيها وشنون اللي كيتحتاج فيها بزف بالنسبة الوحد المشروع اللي مكيعرفش الحمد لله خسره هو الحجابات سوى فاساتين او لا يعني عبايات هكذا هادو كيتمشوا بزف العباءات فاساتين هادو كيتمشوا بزف بنيسبة البيجامة حتى هي مزيانة يعني البيجامة كيتمشى كين دي الصيف كين دي الشتاء كذلك بنيسبة الجو بارد يعني كيتمشوا في حال كولون والبودي حتى هو هادو مشروع زعمة مزيان يعني بحال هكذا يعني في حال هادو المشاريع هادو ان شاء الله مزيانين لا يصر لكم الامر هنا اخوتي يجتني هاد الفكرة هادو بغدا تقسمها معكم وسبق لي درساف واحد من الموضين المهم هنا يا عندي واحد القطع ديالتوب كتاخذوا واحد القطع المهم العرض والطول حسب الرغبة لحسب انتم هادو كتجي على شكل شوشة القياس اللي بغيتو انتم هنا كيف كتشوفوا معي انا طويت تتوب باش تجيني مفينيه من تحت يعني في الاسفل مني كيكون دون طيل ما كيحتاجوش نطويت تتوب يعني سهل كتطو على اتنان وكتخيطو هادو طويتو منقولو على اربعة دابا غدين نشر هادو الخيطة هادو الخيطة اللي تبتو بالخيطة هادو شكل كنقلب هادو الشوشة وهنايا كنت عن خليها هكذا كخوي ولكن نقل سعليش الله ما ندير لاش اه شوية دي هادو العقيق هنا يلا ماشي هادو الطريقة اللي يخصني ندير غادي نعود بعد ما تفكرت غادي ناخد هادو العقيقه هادي ونحاول نرجع بالبرا دخلا في وسط من الخيط نسبت تلك العقيقه الاولى ويم زيان وصفي من بعد غادي نعمر في البرا ندير اللون اخر للابيض ومن بعد هذا مهم تزيين حسب الرغبة باش مما تغيطوا مهمين اعطيتكم غير بعض الافكار نتمنى ان شاء الله يجبوكم وان شاء الله غادي نرجع لكم عود شوية الكورساج نحاول نوع شوية هكذا وشوية هكذا الكورساج بحل اللي يلقو مشاكل هادو جوني بصف اسئلة عود ثاني ديال اللي كيكون الحوض كبير بزاف كيفاش نعرفوه في السلوه كيفاش نتعامله مع هكذا وكذلك بنيسبة اللي كيكون صحاب البطن البارز اللي كيكون البطن كبير وكذلك حتى بنيسبة للدهر يعني بعض المرة كيكون مهم ان شاء الله حتى ننصلوا الكورساج وديك السعادة ان شرح لكم هادو الامور هادو كامل ان شاء الله بابن الله ضيمن المشاريع اللي زمام زيانين كذلك بنيسبة الحجابات الخمار والحجابات ممكن يعني هادو مغير هاد المشروع هادو ممتاز ما شاء الله يعني تنوعو ما كياخدش منكم شي مجهود كبير ولا شي توب بزاف كتحتاجو لا ممكن تديرو شيلان بالعلوان ممكن تزينوهم شوية بالدونطيل بالعقيق و هكذا وتقدروا تخدموا على رسكم ما كيديشتوا بزاف كذلك بنيسبة الخمار متلات وبعض الخمارات اللي حطيت لكم فالاخوات هاني قال لهم واتشيء كيف فرحني الحمد لله بزاف اللي داروا و الحمد لله مشروع من هادوك الموضيلات اللي حطيت الله يسخر لكم يا عرب و الله يفرحكم إن شاء الله و الله يصر لكم إن شاء الله أخواتي كيف كتشوفوا معايا كان هذا وشك النهائي فلا كتعجبكم قنات ديالي حاولوا تدعموني الله يجزيكم باخير لايك باش القناة تكبرين إن شاء الله و باش تعمل فائدة على الجامع باش اليوتيوب كتقترحوا على الناس يتعلم و يستفدوا هذا هو الهدف ديالي يعني باش الناس اللي كيكونوا هكذا وخا ما كيكونوش كيبحتوا على خياطة او لا تطلع لهم القناة و يستفدوا بغيت كل شي يستفد هذا هو الهدف ديالي شكرا بزاف والسلام عليكم أخواتي وسنو فيديو آخر إن شاء الله و موضيلات أخرى إن شاء الله تلبية بعض الطلبات و سمحوا لي أخواتي لاتأخرت عليكم